زيارة المقابر في رمضان وفي اليوم السابع والعشرين منه بشكل ملاحظ صار هذا منتشرا بين المسلمين في الآونة الأخيرة الواجب أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الإسلام نهى عن زيارة المقابر وذلك لأن الصحابة كانوا حديث عهد بجاهلية وكانوا في الجاهلية يدخلون المقابر فيلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويدعون بدعوى الجاهلية فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارتها لكن بعد ذلك لما ترسخ الإسلام مبادئه وعقيدته في قلوب المسلمين قال عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر بالآخرة أي الغاية أن نتأدى بآداب المقابر وأن تذكرنا بالآخرة لكن ما صرنا نراه في الآونة الأخيرة من حج الناس رجالا ونسان إلى المقابر وخاصة النساء ولهن في ذلك حوائج ولهن في ذلك غايات أهداف ويجب أن تعلمن معاشر النساء بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زوارات المقابر وفي لفظ زائرات المقابر واختلف في صحة الحديثين وعلى العموم فهناك من قال من أهل العلم بأن المرأة لا تذهب إلى المقابر البتة وهناك من قال بأنها إذا ذهبت تذهب المرة تلو المرة لا أنها تكرر الزيارة كل مرة إذن إذا قلنا بهذا نقول بأن تخصيص اليوم السابع والعشرين من رمضان بزيارة المقابر ليس عليه دليل خاصة ما يقع في المقابر في هذه الأيام وخاصة في اليوم السابع والعشرين وأنتم تعرفون ذلك الجيدة من اختلاط الرجال بالنساء ومن أن الناس يطأون ويجلسون على القبور ويؤذونها ويضحكون ويجتمعون ويفعلون من الأمور العديدة التي لا يجوز في علواء في المقابر ثم إن هناك بعض الناس عندهم غايات وأهداف وعندهم مصالح في إحياء هذه اليوم يوم السابع والعشرين في المقابر التجار وغيرهم فلذلك وجب علينا أن لا نذهب في هذا اليوم إلى المقابر وأن نحط نساءنا وصغارنا وكبارنا وأولادنا ومن نرعاهم ونشيع هذا الفكر وهذا الأمر الصحيح في تجنب زيارة المقابر في يوم السابع والعشرين من رمضان ولنا أن نزورها مع التأد بآدابها في باقي الأيام انشروا هذا الشريط فالدال على الخير كفاعله